مرحبا فرح نروح من In Lesson Projects والPremiere Pro Intro ونعمل Import لهذا البروجيكت هلأ بهذا الديالوج بوكس بيسألنا إذا بدنا نعمل Importing لكل البروجيكت أو بدنا نعمل Importing لSelected Sequences هلأ إذا اخترنا Import Selected Sequences بدخلنا الـ Sequence اللي رحلنا إيها وكل الـ Media Files أو الملفات المربوطين بهدول الـ Sequences اللي رح نأقيهم فهلأ بنحط Import Selected Sequences ونعمل OK ففتح لنا هلأ كل الـ Bins الموجودين بهذا البروجيكت هلأ أنا بدأ روح أدور على الـ Sequence تبعتي فبروح من Sequences وهاي هي السيكونز اللي بنأقيها وبعمل OK هلأ عم بعمل لي Importing هلأ شايفين هون بالـ Project Pane عمل لي Import للـ Sequence هاي اللي إحنا نأقناها وجاب معها كل الـ Bins اللي بيحتوي على الـ Media Files المربوطين بهاي السيكونز فمثلا نفتح السيكونز رح نشوف بهاي السيكونز إنه مستعملين فايلز موجودين بالـ Bins اللي نعملهم Import أوكي خلينا نعمل Undo اللي هي Command Z بالـ Mac أو Control Z بالـ Windows وخلنا نفرجيكم طريقة تانية نقدر نعمل فيها Import لـ فايلات من Projects تانية منروح على الميديا براوزر ومن الميديا براوزر منوصل لـ Location هداك الـ Project File اللي عملنا له Import فمنروح من هون من Desktop Premiere Pro منروح على In Lesson Projects وPremiere Pro Intro هلا هدا هو الفولدر اللي فيه لـ Project File اللي عملنا له Import قبل شوي خلينا نروح على Icon View ونعمل Maximize للـ Window عن طريق كبسة تلدا ونشوف هذا هو الـ Project File اللي بنعمل له Import هلا لو كبس نـ Double Click عليه بفرجينا محتوى هداك الـ Project زي كأنه إحنا عملنا له إحنا عملنا له Import فهلا لو أنا بدي أدخل سيكوينس معينة زي ما عملت هناك بروح من Sequences وهاي السيكوينس تبعتي بعمل Right Click Import ولو رحنا على الـ Project Tab منلاقي عمللنا نفس الإشي إنه دخللنا سيكوينس اللي عملنا لها Import ودخللنا الـ Bins والـ Files الموصولين بهاي السيكوينس وممكن برضو من الـ Media Browser نعمل Back مثلاً لو أنا ما بدي أدخل السيكوينس كلها بدي أدخل فايل معين فمثلاً بروح على Music بنقي الفايلات اللي بدي إياهم مثلاً نقيت هذا الفايل بعمل Command وهذا الفايل وبعمل Right Click وImport فبدل ما يدخلي كل السيكوينس والـ Files المربوطين فيها بيدخلي بس فايلات معينة ونفس الإشي للـ Footage فمثلاً لو رحنا على هذا الفولدر وفتنا على الكاميرا وبدي أدخل مثلاً واحد من الفايلات اللي هو هذا الفايل ما بدي أدخل كل السيكوينس بس بدي أدخل هذا الفايل من هذك الـ Project فبعمل Right Click وImport بكل سهولة قبل ما أنهي الدرس بدي أبس أنبهكم على شغلة واحدة هلأ لما نعمل Import أو إدخال للملفات من الـ Projects أخرى ما بعملنا Copy جديدة اللي بعملنا إياه بالضبط زي لما نروح على الـ Project Tab بتاعتنا إنه هالي السيكوينس وهدول البنز اللي فيهم الفايلز عندنا بعملوا Pointing للـ Project الأصلي يعني ما بعملنا Copy جديدة يكونوا ريفرنس من الـ Project من data أو فايلز لـ Project الأصلي فمثلاً لو بالـ Project الأصلي كان عندي هذول الفايلز أوفلاين أو Not Available فبرضو بهذا الـ Project بصيروا أوفلاين لأنهم بس هم ريفرنس من الـ Project الأصلي فلازم نتأكد إنه أي شيء بدنا ندخله من الـ Project آخر بدنا نتأكد إنه الـ Media Files والـ Sequences بهذا الـ Project إنه Available ومش أوفلاين أتمنى إنكم تكونوا استفدتم من هذا الدرس ونشوفكم بالدرس الجاي